مرحبا عزيزا متابعي قناة برلين بعيون العربية الفيديو مات اليوم هو عن تطبيق سناب شات وعن العدسة الواسعة في تطبيق سناب شات قبل ما أبدأ الشرح لا تنسوا تدعموا قناتي برلين بعيون العربية باشتراكوا لايك وتفعلوا زر الجرس حتى يوصلكم كل شي يجيب من أندي اللي جديد على قناتي قناتي اسمها برلين بعيون العربية مختصة بالتطبيقات ومشاكل التطبيقات والآيفون ومشاكل آيفون وإيجاد حلول لهذه المجال وأنا الدكتور خالد طبيب أسنان عايش في برلين في البداية العدسة الواسعة هي إحدى الميزات اللي موجودة في تطبيق سناب فإنه راح تقدر من خلالها أنه تصور بعدسة تصير أوسع من العدسة العادية بس قبل ما أشرح لكم وين راح تكون فقط نقطة واحدة حابب أقولها لكل شخص عنده حسابين سناب على نفس الهاتف رجاء أنه تشتري هاتف جديد لأنه تطبيق سناب راح يحدف لك الحسابين وممكن يحضر الهاتف وخصوصا العراقيين والسعوديين فرجاء رجاء كل واحد عنده حسابين سناب على هاتف إما يشتري هاتف جديد ويحول أحد الحسابات على الهاتف الثاني أو أنه يحذف الحساب اللي على الهاتف ويشغل فقط حساب واحد لأنه تطبيق سناب راح يحذف الحسابين وبعض الأحيان أيضا ينطي حضر دائمي أو حضر مؤقت وصعب كل شي الفتح مارتا فهذا الحبيت أشرحكم رجاء مرة ثانية وخصوصا العراقيين والسعوديين أكثر ناس بهذه الشغلة يضررون تعرفون وين راح تصير عدسة الواسعة وكيف راح نستعملها راح ندخل على تطبيق سناب وهذا حسابي KGLD 1-2-3-5-2-5 بعد راح ندخل سناب حتى نأخذ أي فيديو راح تظهر عندي هنا هذه الخيارات خمس خيار اللي هو العدسة الواسعة حتى نستقدم العدسة الواسعة فقط تكبس هنا راح تكبر الشاشة وطبعا هذه الخيارات موجودة فقط في سناب حاليا بالنسبة للعدسة الواسعة وهذا عبارة عن لسقات على الظهر تحوي أحجار أعتقد بركانية تأطي حرارة لمدة 8 ساعات مثل ما تشاهدون هنا مكتوب 8 ساعات ألمانية يعني تشيل الألم بسرعة طبعا فحبيت أنه أصور لكم إياها فالآن أرجع إلى العدسة الصغيرة شوفوا كم ظغرت لكن العدسة الكبيرة تنطي توسيع وشوية يعني تبعد المسافة هذا حبيت أشرح لكم إياه هذه الميزة فقط موجودة حاليا في تطبيق سناب أتمنى بنهاية الفيديو استفاديته لا تنسوا دعم قناتي بلين بعيون عربية باشتراك و لايك وتفعلون زر الجرس حتى يوصلكم كل شي جديد من عندي مع تحياتي من برلين عاصمة ألمانيا مع السلام أي سؤال أو استفسار أي مشكلة كتبوها بالرسائل حاضر شكرا لكم مع ألف سلام شكرا لكم شكرا لكم